السلام عليكم متابعينا إذا كنتوا أول مرة تفرجوا في القناة دينا فمرحبا بكم لا تنسوش تخليوا لنا لايك وأبوني باش تشعونا شاهدت مدينة تمارا منتصف الأسبوع الجاري وقعت اهتداء زوج على زوجته بالسلاح الأبيض مصيبا إياها في منطقة هساسة من جسدها بعدما أفقده ما شاهده على غفلة منها سوابه وسائل آلام محلية كشفت عن تفاصيل حادثة حيث قالت أن الزوج عاد على حين غر إلى منزله ليجد أم أولاده وهي تقوم بتصوير جسدها على شكلة بطلات الروتين اليومي بينما شخص غريب يشاهدها على الطرف الآخر من الهاتف حسب ادعائه وأضافت ذات المصادر أن الصدمة جعلت الزوج يثور بشكل جنوني حيث أقدم على استلال سكين وتوجيه تعانات غائرة جدا لمؤخرة زوجته مما تسبب لها في جروح وصفت بالخطيرة استدعت نقلها إلى قسم المستجلات من أجل رسقها هذا وقد جرى اعتقال الزوج المعتذي مباشرة بعد الواقع حيث اعترف أنه قام بفعلته دفاعا عن شرفه وشرف ابنائه ليتم الإبقاء عليه تحت تدابير الحراس النظرية إلى حين انتهاء التحقيقات شكرا لكم متابعينا شكرا لكم متابعينا